نصف درجة الغليان هواء من نار هنا في الفلوجة ولا ملاذ للمواطنين في ظل انقطاع التيار الكهربائي الوطني ساعات التجهيز في المدينة خاصة ومدن الأنبار عامة لم تتجاوز الأربع ساعات منذ أسابيع نسينا اسم كهرباء أصلا نسينا اسم كهرباء شون قايلة يعني تجي لها إن حيث إذا جدت نص ساعة يعني ما فرحانين وخاصة من منطقة الجنوبية حيث شهداء يعني من منطقة تعبان حال يعني تجي بالشهر أبو المولد 25 ألف و20 ألف لو بنعتهم وخاصة هيش من منطقة يعني معتها معت رعب المولد يعني فدنهم 25 و20 و18 وتعمل المولدات الأهلية على تجهيز المواطنين بالتيار لنحو 20 ساعة يوميا وبأسعار لا تخضع سوى لضمير المستثمر تضع ما تبقى من راتب المواطن الفقير أمام خيار مواجهة لهيب التقسي بلا مدخرات وبمعدة خاوية أنا أقول لك الليل ونهار جوز تجينا أربع ساعات بالليل كله والنهار أربع ساعات يعني هاي الأربع ساعات تدري أنت كل هاي شغلة المولدات وخطوط وعالم تعبانة والله وكيلك هاي شغلة كارونة وعالم اللي ما عنده يروح يعني شغل ما ماكو وعالم اللي ما عنده بالنسبة للحر أحنا جننا نتأمل بمسؤوليننا يعني وعودهم الكثيرة أنه راح تتحسن الكهرباء وراح تتحسن وكل سنة نتأمل اتفاجأنا بالحر هسه هذا أنه الكهرباء صارت لماشة تطفى وتشتغل تطفى وتشتغل زيان ما يلاحق أبو المولد يحول تنقطع طفاها جابها أبو المولد واسه متقلين تقل انهيار منظومة الطاقة الكهربائية يكشف مرة أخرى زي فوعود تقدم من متنفذين استثمروا الأزمة ومناصبهم للحصول على مكاسب من تعيينات وعقود ودرجات خاصة وحولوا اللجان المعنية بمساعلة المقصرين في توفير الطاقة إلى لجان تمول حملاتهم الانتخابية من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة موسيقى